في أصعب الظروف التي مرت بلبنان لم يصل الوضع إلى هذا الظلام ظلام خيم على الشوارع من دون أي بصيص نور لما هو آت إشارات السير أطفئت وباتت الحركة يحددها السائقون الإدارات الرسمية خلت من موظفين توقفت أعمالهم مع غياب الكهرباء مستشفى رفيق الحرير الجامعي الذي كان أول من استقبل مرضى كورونا تمت مكافأته بإخضاعه لجدول التقنين المطبق على الجميع فإلى متى ستستمر هذه الأزمة في طرد وصلت البخرة اليوم أو بكرة في عندك أربع خمسة أيام بلتش تحسي البخرة اللي وراها شوائك بسيعة البخرة التالتة اللي توصل بسبة عشر أو بثلت عشر يمكن وبدأ أربع خمسة أيام سباة عشر أمانتاش بتبلسي يعني ترجع للنورمال خمس ساعات كحد أقصى باتت ساعات التغذية بالتيار الكهربائي فالمازوت إن وجد يهرب معظمه إلى سوريا أضعف الإيمان اليوم لما بتشوف السوق هل قد نكسر بوقت الكورونا تروح تشتري على سنة لقدام تعملي عقود على سنة لقدام ما من عمله شو بدي خبرك هذا إيدي حكومة أي إيدي حكومة خلي روح بيتهم أحسن أرحل 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 هذه الصورة تعبر عن واقع الحال قلة محظوظة بإضاءة منزلها والبقية يصارعون حرارة الطقس وتبقى مشكلة لبنان الأساسية ملف الكهرباء الذي لم يجد طريق الحل حتى الساعة رغم وعود الحل المتكررة من الوزراء المتعاقبين الذين بات أقصى طموحهم فرز الكهرباء طائفيا الليالي الحارة في صيف لبنان باتت تمر على اللبنانيين ببطء قاتل والمواد الغذائية إن وجدت في الثلاجات فمصيرها التلف والتوجه بات إلى تموين الشموع والكاز والحكومة مجغولة في تعداد إنجازات مفقودة ناهد يوسف الحدث بيروت